اهلا بكم في الفيديو السريع ده واللي انا جاي اقول لك فيه ان انت ازاي تقدر تحول او صورك لستوديو بعدد غير محدد من المرات. بجانب برضو بعدد غير محدد من الصور. لان انت عارف ان للأسف يعني من ساعة ما تم اطلاق التحديد جديد وهو اللي هي شركة المالكة حددت فقط عدد الصور اللي تم تحولها في اليوم هم تلت صور فقط. فانا جبت لك اداة جديدة من موقع اه اللي هو الادة دي باقتصار شديد بتقدر تحول الصور بعدد غير محدد من المرات لستوديو الجابلي تمام? طيب انا سيب لك اللينك تحت في الوصف ونروح دلوقتي لشرحي السريع ده. اول حاجة طبعا هنا عندك البرومت طبعا انت بتحط البرومت بتاعك تمام? اه فيفضل تخليه زي ما هو ما تعدلش عليه. تمام? هو كده كده اصنا هو جاهز هو الموقع يعني ضيفه لك جاهز. هنا طبعا عندك بقى بيديك اللي هو الايه? اللي انت يعني هنا بيقولك ارفع الصورة. فانا هنا اختر عندي صورة ورفعها زي ما انت شايف. دلوقتي انا رفعت الصورة دي. طيب هنا طبعا عندك بقى اللي هو الطول والعرض. او الارتفاع والعرض. طبعا تشوف انت بقى حابب ان انت يعني لو انت حابب تعدل على الصورة اهو ابعد الصورة. ده عندك الطول وده عندك العرض. هنا السيد اللي هو يفضل ما تلعبش فيه. بس السيد ده لو انت غيرته ممكن يغير فيه مجريات الصورة. بمعنى صح كل ستايل هيبقى مختلف عن اللي قبله. فيفضل ما تلعبش فيه. انا عموما مع عمري ما لعبت فيه. او بلعب فيه بس بحدود يعني لو فيه مسلا ستايل عجبني من السيد بزبط عليه. عندك اه اه باختصار شديد ده يعني اللي هو الستايل. لو هو الستايل بتاع اه هو فقط اللي موجود فهو فقط هو ده. تمام يعني انت مش هتلاقي اي ستايل اخر. عندك هنا اه ده خلينا اوضحها لك. يعني هي ممكن تكون معقدة شوية بس انا حاول اه بسطها لك في الشرح. اختصار كلمة تمام او هي اللي هي تعني اسمعها. تمام او ارشادات خالية من التصنيف. فكرتها ان كأن بالزبط فيه حد بيراجع وراك وبيحسن من وراك. فانت ممكن تعمل صورة عادية بستايل عادي. وممكن تعمل صورة عادية اخرى بستايل اللي هو السي اف جي. وتشوف انهي الاحسن. لان طبعا يعني ممكن الاول يعجبك. مسلا من غير لان انت ما تستخدم الاس اف جي او اللي هو سي اف جي. وفيه ممكن لو انت استخدمت كأن حد بيراجع ورا الصورة عشان يصلح لك الاخطاء الصورة تعجبك. فانت ممكن تجرب الاتنين. تا دلوقتي يعني تعالى بقى ندوس عندنا هنا على ونشوف الصورة. طبعا ايه ده? تقريبا كان لازم افتح حساب. لان انا مش هعرف الصراحة اول مرة اجي للرسالة دي حقيقي. يعني انا عمر رسالة دي اللي ما جات لي. فانا بالفعل عندي حساب على لان رفعت عليها قبل كده كزا اه يعني انا رفعت قبل كده عليه كزا مشروع. فانا ما عرفش الصراحة اللي حصل فاجأة كده بدون اي سابق انذار لقيته يقول ان انا اشتري. فزي ما اتشايف. طبعا اه دلوقتي قدر ان هو ايه? يحول هالي. طبعا هنا من غير ما انا افعل اللي هو عندي الايه? طبعا زي ما اتشايفت ده انا من غير ما انا افعل عندي اللي هو اه اللهم صار على نبيل اللي هو السي اف جي. لو انا جيت فعلت عندي السي اف جي وعملت مرة تانية. تعال نشوف شكله. عشان نقدر نعمل مقارنة ما بين الايه? ما بين اللي اتنين. تعال دلوقتي. فانت تقدر تختار اللي يعجبك. يعني هنا ساعة ما انا جيت فعلت اللي هو السي اف جي اللي هو كأن شخص حد بيراجع وراء الصورة وبيشوفها اللي فيها وبيصلحها. لو جيت للحق الصراحة ده عجبني اكتر من ده. الراجل تقريبا ان اللي وراء منامح هو واحدة هي هي. فهنا تقريبا ان الصورة دي كانت الصورة الاصلية فيها ست? الله معارف مش فاكر تعال نبسط. الصورة الاصلية ما كانش فيها ست. فمعنى كده بالفعل ان هنا الصورة كانت افضل من دي. تمام? اللي هو يعني الصورة من غير كانت افضل من اللي هي بسي اف جي. رغم ان السي اف جي ممكن تكون ملامحها حادة شوية والجودة بتاعتها افضل. بس الصورة دي ما زالت الليل افضل بالنسبة للصراحة بدون سي اف جي. وبس ده كان الفيديو سيب لك اللينك موجود تحت في الوصف واعيش واستمتع يا صديقي.